انت ابتدتي ازاي؟ انا ابتدت وانا عمر عشر سنين كنت وقفة مع والدي جدي كان جزار ووالدي جزار فحبتي المهنة تعلقتي بيها وكده بقيتها مرة بيع اتعور مرة بيع يعني كده كان لغاية مغوتها وكده فجيت مما جيت كبرت كنت رفضة ان انا اتجوز جزارين بصراحة كده وكنت اتعبنى من شغلنا مردتش ان انا اتجوز جزار وكده وجوزت مبالة اشاني وكده راجل محترم وكويس كان بيتلع السعودية فليزق بقى في الشغلين تجزارة ديت وتعلق فيها هو بيتلع السعودية وانتش بتبقى قاعدة مثلا وقت طويل كنت قاعدة في البيت وكنتش باشتغل فجيت قلت له القفة موضنينة شو لها اتنين وافتح محلي وكده لا انا مش هانت تمرمطتي وانت بنتي ومش عايز انا مرمطت قلت له لا ما يجراش حاجة الدنيا تعاونت الزمن ده كله عشان نجيب عيلين ولا تلاتة لازم يبقى فيه تعاون مع بقى فاخدت بيته وكده وفتحت فيه محلي جزارة فرح هو سايب البلاط وكده وتعلق في الشغلينة ديت مستقر اكتر فعلمت بقى الشغلينة على كابر بقى الابوكا بابجي ومعروف بس انا علمت الشغلينة وكان يعمل الكفتة بوز منه يقطع لحمل الزمن كده فبقت ايه اقول اهو دي الوقت يا ما شاء الله ربنا يدي له الصحة يا رب وش فيه يا رب بحقي جاه النبي طب اتعرفت على مزموزيل سامي ازاي اتعرفت ان انا كنت في فتحة في محلي في البير جوه السوق وبعدين كانت هي فتحة محلي بتاعها ده اللي هي فيه دوت كانت الاول بتبيع فرخمة شوية وكبدة مقلية بتقليها بالردة عشان هي كان معاها عيال يوتا ما بتربيه ومولدها وغزها ما بتوفي فكانت بتيجي تفرم تقولي عايزة ربع كيلو لحمة وفرميلي التوم دوت اقول لها انت هتخليني مليانة توم وتصنينها لي بعد اذنك تعالي بعد ما شطب كنت على طول ولا تعرفيها زهونة يعني بس جنب معا بعد دي جنبية وكنت تقول لها انت على طول كل كيوم بقدم تقول لي ربع كيلو لحمة وفرميلي التوم تعالي اخر النهار عشان اخسر المكان على طول طب استنى وقفي هنا انت ايه اللي خلاكي اشتقى بتقولي انه الزوج توفى وعندك ولاد ايه اللي خلاكي نقتي انك تشتغلي في النوع ده من الشغل انا حبيتها هي شخصية لا سيبك من الجزارة لما تعرفت عليها كان معايا صناعية وسبوني كان معايا صناعية من كافر الشيخ وسبوني والشغلان اللي احنا كنا فيها دي اللي جزي توفى وسبني فيها وكنت شادرة ادرها لوحد كان لازم واحد بيجي وبيروح يجيب لي الكبدة ونجيب الفراخ وانش بتقفي تشتغل الطبيق نفسه باعمل كبدة مقلية باعمل كل حاجة باعمل كل حاجة كبدة برادة تعفى هترقق جيبك اه طب حقيق والله والفراخ المشوية المتتبلة بالبصل والقوطة وتحط في الشوية بس لازم يكون فيه واحد يصهر بدالي لعشان انا روح فعشان كده استناعية خلو يعني مشيو فروحت لما قابلت مادام هو هيدا اختي طبعا قرأت لي ما تيجي نعملها جزاورة قلت له يلا صفت شغلانت الفراخ وبدأنا بقال لها 18 سنة امنتوا جدعان بشكل يا بتاخدوا 18 سنة لا خلي بالك انا في الاول فتحتها معاها ايه قلت لها ايه رأيك انا هفتحها انا وقفة في محل جمال انت شفتيها جادعة وفي السوق لا شفتها بقى واحدة وقفة لي بقى بتجيبها الفتحة قدي كده من ورا وتيكيت خالص وايه دا الست دي دي وقفة باكيزة باكيزة عدنا وظلنا باكيزة جمال وقفة لي في سوق دا السوق قلبس بلوزة وجيبها جزي كان تايبني عمري ما كنت بعرف ققف على تعالي هنا البسيلي عبيات كده والبسيلي حاجات اللي انت في دا ما ينفعش دا وقفة في السوق اوه عودتها بقى تلبس عبيات كده وتبقى ست ما ينفعش يعني شلت التب اللي انا كنت قلت عارفة بقى بقى كده وزغلول بقى كانت بتتعاكس مثلا ولا كانت الهدوم دايقة لا كنت متعاكس كانت بقابل لمعفتك كتير والدربة اللي انا اشتغلنا مع بعض فتحت معاها وانت لحد دلوقتي بتتعاكس اوه طبعا مالين الدربة دا والله على العريس اهو